خلينا أقول لك لأنه ده هيجي التفاصيل في فقرة تانية بس خلينا أقول لك دلوقتي ما يخص الأمر بين الكاف والفاق أيوة الاتحاد الأفريقي الناس كلها فضلت معه ولأنه الاتحاد الأفريقي طبعا مندهش زي النادي بتاعه اللي هيمثل القارة في كأس العالم للأندية عنده أزمة تعارض وتصادم موعيد بين البطولة بطولة العالم للأندية مع كأس الأمم الأفريقية اللي هو بينظمها يعني النادي اللي بيمثله رايح مكان وانت بتفرض عليه بطولة في مكان تاني حصلش في أي مكان فيه تنسيق شوية لما يجي الاتحاد الأفريقي أستاذ إبراهيم عشان أنا احنا مش عايزين نشاور على المسؤول والاتحاد المصري يقول لك خادنا موافقة الاتحادات القرية ما هو الاتحاد المصري من ضمنهم يبقى أنت خدت موافقة على إيه يجي الاتحاد الأفريقي النهاردة يعلن بعد ما الناس فضلت تتكلم على أنه هيتم تقديم كأس الأمم يومين ثلاثة علشان نتجنب الصدام أو التصدم في الموعيد مع كأس العالم للأندية يطلع الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي النهاردة بيصدر بيانا جديدا لبدء العد التنازل للانطلاق المسابقة لها كأس الأمم الأفريقية بعد 30 يوم وبيقول على موقعه الرسمي أنه في غضون 30 يوم ستهتز أفريقيا والعالم بأسره على إيقاع المشهد الذي يقدمه أفضل لعبي كرة القدم من القارة هو بيحتفي بالبطولة طبعا وأضاف أنه سيعود جميع نجوم أفريقيا الكبارة الذين شاركوا في بطولات الأندية الأفريقية أو الأسيوية أو الأوروبية الكبرى إلى وطنهم ليقاتلوا من أجل التفوق في الكاميرون من أجل بطولة كأس الأمم الأفريقية هو بيتكلم على قد هذا العرس الأفريقي هيكون مهم جدا وبيرجع له كل نجوم الكرة العالميين الكبار أبناء القارة السمراء لشان يشاركوا منتخبات بلادهم في هذا الحدث الكبير بيقول الكاف في بيانه في النسخة 33 من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية يعود كأس الأمم الأفريقية إلى بلد الأساطير بلد روجي ميلا وصامو الإيتو باتريك مومومة لأول مرة منذ 1972 منذ 1972 أخر مرة الكاميرو النظامة تكسلهم بيان الكاف قال كمان أن البطولة ستقام في خمس مدن وستة ملاعب هي أولمبي وأحمدو هديجو في يويندي وملعب جابومة في دوالة وملعب كوكي كونغ في بافوسام وملعب برمادي أجا في جاروة وملعب لنبي أمني سبورتس قال كمان الكاف محمد صلاح ساديو ماني بير إمريك أوبانيانج رياض محرز إدوارد مندي أفشا سوفيان رحيمي سيضعون كل العيون عليهم حتى لو كان احتمال اكتشاف مواهب جديدة أمرا مغريا وقال الكاف كمان باشمهندس الآن ستكون العين على الكاميرون للمرة الثانية سيشارك 24 منتخبا يقاتلون من أجل الكاف نوه بيان الكاف أنه بالإضافة إلى العدد الكبير من النجوم المشاركين تستخطب هذه المسابقة وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم مع تقديم صحفيين من 59 دولة لتغطية البطولة وقال مع حصول قنوات من جميع أنحاء العالم على حقوق عرض الحدث في الفترة من ودي النقطة المهمة أن كله فضل مستني أنه ما نبدأش 9 يناير نبدأ 3-4 أيام بدر شوية يحللنا المشكلة في الآخر لكن طلع الكاف قالك تم تثبيت للحدث في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير وليس هناك شك في أن بطولة كأس الأمم لا تزال من بين أكبر الأحداث على مستوى العالم وختم في بيانه الكاف مع بدء العد التنازل الآن ينتظر العالم النجوم لتقديم السح على الأراضي الكاميرونية حلوة